بمناسبة اليوم العالمي للكبد أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية مجانية بمدينة المنصورة بالتعاون مع جامعة المنصورة ومديرية الصحة بالدقاهلية وتستهتف القافلة الطبية الكشفة والعلاجة مجانا في جميع التخصصات على أن يجري إحالة الحالات التي تتطلب الرعاية إلى المستشفيات وإقامة ندوات تثقيف صحي في إطار الساعي لتحسين جودة حياة المواطن وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات نحن النهاردة موجودين طبعاً بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بفرع الأهلية هنا اللي علشان عندنا حاملة التوعية بأمراض الكبد طبعاً على هامش الحتفال باليوم العالمي لأمراض الكبد طبعاً المؤسسة بالتعاون مع وزارة الصحة موفرين عربية لتوقيع الكشفات بشكل مجاني على المرضى وإحنا كجامعة المنصورة موجودين في صورة نعمل حملات التوعية وبالفعل بدأنا حملات التوعية دينا بكرة كمان في مئة العامل في مركز أجا ومستمرين كمان في تحويل الحالات الطبية بشكل دوري لجامعة المنصورة لأي حالة محتاجة لأي خدمة طبية كشف النهاردة مجاني لكل المواطنين بصفة عامة ولو ما فيش حد نلاقي مثلاً علاج هنا أو تشخيص بنعمله جواب تحويل لأي مستشفى في المنصورة وبياخد العلاج على نفقة الدولة ترجمة نانسي قنقر